هننفذ في فيديو النهاردة الفيست اللي ظاهر معانا في الصورة. الفيست ده ممكن نعمله اطفالي. ممكن نعمله حريمي. ممكن نعمله رجالي. ممكن نعمله شبابي. فهو قطعة اساسية. نفس طريقة التنفيذ ممكن نعملها لكل الناس. فاحنا هنفذها دلوقتي بالطريقة الاساسية وبابسط غرزة. وارجع اقول برضو ان احنا ممكن ننفس نفس الفيست بنفس التكنيك اللي احنا هنعمله باي غرزة تاني انت عايزها. انا هعمله بالغرزة البزج الاساسية بغرزة العمود بلفة. اسهل غرزة وكلنا تقريبا بنعرف نعملها. بتكبر الطوب بيخلص معانا بسرعة او الفيستو بيخلص معانا بسرعة. لكن انت ممكن تنفيذ نفس التكنيك للفيست باي غرزة تاني انت عايزها. طريقته سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة واهم حاجة ان احنا ازاي ناخد المقاسات بتاعتنا عشان تطلع مزبوطة. الفيست بتاعنا احنا هنشتغل عبارة عن قطعتين. قطعة للصدر وقطعة للضهر. وبنبتدي نشتغل من تحت الحد فوق. بنعمل القمر الاول وبعدين نطلع بالجسم بتاعنا وانحدد الباط ونعمل الظهر. ونفس القطعة التانية هنبدأ برضو بالقمر. وهنطلع بالجزء بتاع الصدر بتاعنا. وبعدين بتحدد مقاس الباط وبنطلع بالجزء بتاع الفي بتاع الصدر. سهل جدا وبسيط. عشان خطر نعمل الفيست ده ويطلع مزبوط. الشخص اللي احنا بننفذه له في مقاسين هم اهم مقاسين. لو خدناهم مزبوط هيطلع معانا المقاس مزبوط جدا وسهل. اول مقاس بناخده هو مقاس محيط الصدر. لان الفيست ده بيبقى قصير. بيبقى على القمر او اطول من القمر شوية يعني مش بيجي عند الارداف. فاهم حاجة احنا ناخد مقاس محيط الصدر مزبوط. لو الشخص اللي موجود معانا اللي احنا هنعمله الفيست موجود قصادنا. بنجيب المزورة بتاعتنا وبنلف المزورة حوالين اعلى منطقة في محيط الصدر للشخص اللي موجود قدام. بنجيب المزورة وبنلفها كده حوالين منطقة الصد عند اعلى منطقة موجودة في الصد. وبنلف المزورة كده. لا نبقى شدين قوي ولا نبقى سايبين او. بتبقى بس كده مزبوطة وبتتحرك كويس. لان برضو الكروشي بيشد بيوسع معانا وبيبقى طريع. بعد ما اخدنا المقاس كده هو بالزبط سيء مثلا انا طلع عندي اربعين سنتي. طبعا انتي على حسب ما هيطلع انا بدي بس مثال. طلع عندي اربعين سنتي بالشكل ده. هقلب المزورة كده وهشوف نص المقاس اللي طلع معايا كام? انا طلع معايا عشرين. فهو ده المقاس اللي انا هشتغل به. مقاس محيط الصدر عندي طلع اربعين. انا باخد نص المقاس. يعني انا عندي هنا طلع مقاس محيط الصدر عشرين سنتي. المقاس التاني المهم بالنسبلي هو فتحة الباط. فتحة الباط احنا فيه طريقتين. الطريقة الاولانية احنا بنجيب المزورة وبنحطها على الكتف للشخص الموجود قدامنا. بالشكل ده. وبنقيس لحد ما نشوف مقاس فتحة الباط عندنا طلعت كام? الطريقة اللي انا بفضلها انك بتجيبي او جاكت او بلوزة لو سيدات وبتشوف تكون مقاس فتحة الباط عندها مزبوطة. وبتحطي المزورة كده وبتوصل لحد فتحة الباط وتشوفي المقاس اللي طلع معاك كام? هو ده مقاس فتحة الباط. احنا طبعا بنعمل شكم لكن عايزين تبقى مقاس الفتحة مزبوطة. ده تاني مقاس بالنسبالنا مهم جدا ان احنا ناخد. مقاس محيط الصدر. وتاني مقاس بالنسبالنا هو مقاس فتحة الباط. وبعد كده بنبتدي نشتغل على طول. هنبتدي نشتغل ازاي? هنبتدي نشتغل نعمل القمر باول حاجة بتاعة البلوفر. الطول بتاع القمر دي حاجة بترجعلك. وانا هوريك ازاي بنعمل القمر? بناء على مجموعة الثلاثل اللي احنا بنبتدي بيها هنا هون العرض بتاع طول بتاع القمر. هو ده آآ طول السهل زى typically عايزتي. عايزة هي بأقصى من كده اعملين مجموعة الثلاسل اقل. عايزة هي بأكبر من كده اعمالين مجموعة الثلاسل اكبر. هتختاري الخيط المناسب الى اللي انت عايزة تشتغل بيه. وهتختاري الابرة المناسبة معي. اول حاجة هنبتدي نعمل كده وقدة البداية بابس الطريقة وهندخل الابرة جوه. وهنبتدي نعمل مجموعة من السلاسل. مجموعة السلاسل دي هي هتبقى الطول او بتاع القمر بتاعي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست. انا مسلا هعمل ست سلاسل عشان تبقى هي دي الارتفاع بتاع القمر. انا طبعا بقريكي نموذج. بعد ما بتعملي مجموعة السلاسل بالشكل ده هنيجي عند اول سلسلة احنا طالعين منها مش هنشتغل فيها وهنخش في السلسلة اللي بعدها هنسحب الخيط بالشكل ده معايا حلقتين هعمل غرزة حشو. اخش في السلسلة اللي بعدها هسحب الخيط معايا حلقتين هعمل غرزة حشو وهفضل شغالة في كل السلاسل بتاعتي لحد ما وصل لحتى اخر سلسلة بغرزة الحشو. بالشكل ده. وصلت لحتى اخر سلسلة بالشكل ده وعملت غرزة حشو. وده بيبقى شكل السطر بتاعي. هرتفع سلسلة واحدة بس وهلف الشغل على ده. انا عندي حرف البي اللي تكون بيتكون من حلقتين. الحلقة دي بنسمها الحلقة الامامية والحلقة دي اسمها الحلقة الخلفية هدخل الابرة بتاعتي في الحلقة الخلفية هسحب الخيط وهعمل غرزة حشو. هخش في الحلقة الخلفية اللي بعدها للغرزة هسحب الخيط وهعمل غرزة حشو. هخش في الحلقة الخلفية واسحب الخيط. وهحمل غرزة حشو. وهفضل شغالة الحلقات بتاعتي كلها غرزة حشو. في الحلقة الخلفية لحد ما وصل لحد اخر غورزة بالشكل ده وهعمل غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل تاني على ضهور. اول غرزة انا طالعة منها. هدخل فيها. وهعمل غرزة حشو. واللي بعدها في الحلقة الخلفية. غرزة حشو. واللي بعدها في الحلقة الخلفية وغرزة حشو. وبفضل شغالة بنفس الطريقة غرز حشو في الحلقة الخلفية. بالشكل ده. وده بيبقى شكل الغرزة بتاعتي. احنا ممكن نشتغل غرزة حشو وممكن نشتغلها نصف عمود وممكن نشتغلها عمود. ده شكلها لو اشتغلناها غرزة حشو. انا هنا في النموذج اللي انا كنت عامله. انا عاملة القمر بغرزة نصف عمود. برضو ممكن تشتغلي بغرزة نصف عمود هي نفس النتيجة. بس بيبقى شكل غرزة اكبر او مختلف شوية. وتفضلي شغالة بنفس الطريقة ترتفع سلسلة وتلف الشغل وتفضلي تشتغلي غرز حشو في الحلقة الخلفية. طبعا انا هفضل شغالة كده لحد ما وصل لحد ايه? لحد ما وصل لمحيط الصدر اللي احنا اخدنيه. انا في المثال اللي احنا آآ لسه ايسين ودلوقتي تلع معي عشرين سنتي. فانا هفضل شغالة كده بالقمر بتاعي. بالشكل ده ده شكل القمر. بالشكل ده. لحد ما اجيب المزورة بتاعتي واحطها قدام الغرز كده. ويوصل معي لحد العشرين. يعني سيه مسلا انا اشتغلت القمر ده كده. هجيب بعد كده المزورة. هحطها قدامه. انا وصلت المقاس محيط الصدر اللي انا اخدته. يبقى انا المقاس بتاعي كده بقى مزبوط. وهبتدي اشتغل في الجسم بتاع البلوفر. هنفترض ان انا اشتغلت خلاص مجموعة من الغرز. مجموعة من الغرز الحشو. لحد ما وصلت لطول محيط الصدر اللي احنا قلنا عليه. هجيب المزورة كده وحطها قدام القمر اللي انا اشتغلته. تمام على قد محيط الصدر اللي احنا اسناه. يبقى انا تمام كده اول خطوة حصلت في البلوفر بتاعي مزبوطة. هبتدي اشتغل الخطوة اللي بعديها ازاي? اول سطر موجودة عندي مهما كان الغرزة اللي انت هتشتغليها اعمليها غرزة حشو. لان هي بتزبط بعد كده الغرز معيكي وتشتغليها كويس لان الغرز هنا مش بتبقى زي حرف الفي. فبتبقى من الصعوبة ان احنا نشتغلها. فهنبتدي نشتغل هنا غرزة حشو. اول غرزة انا طلعة منها كده هدخل فيها هنا كده وهسحب الخيط وهعمل غرزة حشو. الغرزة دي اللي بتبقى عاملة في النص بس بنلاقي غرزة داخلة جوة وغرزة طلعة. غرزة داخلة جوة وغرزة طلعة. هنشتغل في دي غرزة حشو. وفي الغرزة اللي بتبقى برزة كده في النص هخش فيها كده في النص وهعمل غرزة حشو. هاجي هنا في نص الغرز هدخل. وهعمل غرزة حشو. في الغرزة اللي برزة معي كده هدخل فيها في النص وهعمل غرزة حشو. الغرزة اللي هنا هدخل فيها هعمل غرزة حشو. والغرزة اللي بارزة دي هدخل فيها وهعمل غرزة حشو. غرزة الحشو لما بنعملها في السطر ده مهما كان بقى الغرزة اللي انت هتعملي بيها بتاعك بتبقى عاملالك اساس مزبوط وبتبقى هي غرزة مش واضحة قوي يعني هو اول سطر بس التأسيس بنعمله عشان لو هتعملي الفيست بتاعك بغرزة النص عمود بغرزة العمود بغرزة المروحة باي غرزة من الغرز اللي موجودة معنا على القناة فدي بقى معي كيبزك اساسي خلاص تشتغلي عليه وتعدي الغرز بتاعتك بشكل حد. لو كان الغرزة اللي انت هتشتغليها محتاجة انك تبتدي بعدد سلاسل زوجي حاولي تكون الغرز اللي انت اشتغلتيها غرز الحشو دي تكون عددها زوجي. لو كان الغرزة اللي انت هتشتغليها فردي. خلي تكون برضو العدد السلاسل دي فردي. يعني مثلا لو هنشتغل عمود او نص عمود او غرزة حشو ما فيش مشكلة في العدد. لكن لو هنشتغل مثلا بغرزة المروحة لازم يكون البداية اه او غرزة الجيران يكون تلت سلاسل. فنحاول نعد الغرز بتاعتنا انها نخليها اه عدد الغرزة اللي احنا نشتغلها. بعد ما اشتغلت خلاص اول سطر بالنزال كده بيزك. انا هشتغل زي ما قلنا الفيست ده بغرزة العمود بلفة. هبتدي هرتفع سلسلة واحدة بس كده. وهلف الشغل على ظهره. وهبتدي ادخل في الغرزة اول غرزة سلسلة تحت الحلقتين. وهعمل عمود بلف. هلف الخطع الابرة وخش في الغرزة اللي بعديها. وهعمل عمود بلف. وهفضل شغال على الفيست بتاعي كله بغرز عمود بلفة لحد ما وصل لحد اخر السطر. ولما ما وصل لحت اخر السطر. هرتفع سلسلة واحدة بس. وهلف الشغل على ظهره. وابتدي ارجع تاني بغرز عمود بلفة. هشتغل كل السطر بتاعي بغرز عمود بلفة. وابدل اشتغل مجموعة من سطور فوق بعض بغرز عمود بلفة. لحد ما وصل لحد فين? هقول لكم دلوقتي هنبتدي زي ناخد المقاس بتاع آآ محيط بتاع الكتف اللي احنا اخدناه. هنشتغل لحد فين وهنوقف لحد فين. انا كده وصلت خلاص لقريبا لحد اخر السطر بتاعي بغرز عمود بلفة. هو وصلت لحد اخر غرزة واشتغلتها غرزة عمود بلفة. وقادي شكل الغرزة بتاعي. هرتفع سلسلة واحدة بس. وهلف الشغل على ظهره. هلف الخط على ابرة. ونفس الغرزة اللي انا طلع منها هدخل فيها تاني وهسحب الخيط وهعمل غرزة عمود بلفة. الطريقة دي بتخلي الغرز بتاعتك كلها مظبوطة جنب بعض من الجنبين. وهفضل شغالة رايح جاي بغرز عمود بلفة. لحد ما وصل بقى لحد فين? انا كده اشتغلت اهو غرز عمود بلف. احنا هنجيب المزورة بتاعتنا. وهنشوف احنا عايزين طول بتاعنا يبقى قد ايه? هنحطها كده عند الكتف. وهنبدل نماشيين بالمزورة لحد ما نشوف احنا عايزين طول بتاعنا يبقى قد ايه? خمسين سنتي خمسة وخمسين سنتي عشان هو بيبقوا زي ما قلنا عند القامل. سين مسلا طول بتاعنا احنا عايزينه خمسين سنتي. هشوف طول الباط بتاعي قد ايه? عشرة سنتي. هترحم من طول الفيست نعمل. لو انا مسلا قلت هنا طول الفيست ده هيبقى خمسين سنتي. كمام? ده الطول اللي انا عايزها للفيست بتاعي خمسين سنتي. انا خدت المقاس بتاع فتحة الباط. سي مسلا انا خدت مقاس فتحة الباط خمستاشر سنتي. يبقى طول الفيست كله خمسين سنتي. وطول فتحة الباط خمستاشر سنتي. هطرح الخمستاشر سنتي دول. من الخمسين هيديني خمسة وتلاتين سنتي. يبقى انا المفروض افضل شغلة بغرز عمود بلفة لحد ما اوصل للطول الخمسة وتلاتين سنتي. يبقى انا اشتغلت الجسم بتاع الفيستي. يبقى بناخد الطول اللي احنا عايزينه وبنترح منه مقاس فتحة الباط. المقاس اللي بيدهونا هو ده مجموعة السلاسل المجموعة السطور اللي احنا هنفضل شغلينها لحد ما نوصل لحد فتحة الباط. ارتفعت كده مجموعة من السطور بالطول اللي انا عايزها خلاص قبل فتحة الباط بعد ما عملت الحساب بتاعي. اي بقى مقاس احنا بنعمله رجالي حريمي او اطفال هنسيب من هنا عشر غرز ومن هنا عشر غرز. مقاس العشر غرز ده سابت. انا هنا عشان عامل النموذج هيبقى عدد الغرز اقل. لكن انت هيبقى من هنا في عشر غرز ومن هنا في عشر غرز. ومن هنا في عشر غرز ومن هنا في عشر غرز. ما لهم العشر غرز دول هنعمل فيهم ايه? هنعملهم منزلق. ازاي? انا كده خلاص خلصت اخر السطر بتاعي ووصلت للطول اللي انا عايزاه. هبتدي علف الشغل على ظهره. وهيكي عند اول غرزة عندي. وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة اللي على الابرة هعمل منزلق واحد. هخش تحت الحلقتين. هسحب الخيط وهطلع من الحلقة لها الابرة منزلقة اتنين. هخش كده وهسحب الخيط وهعمل منزلقة تلاتة. هخش كده وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة لها الابرة اربعة. هخش كده وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة لها لها الابرة خمسة. انا هنا عملت خمسة بس عشان انا عندي النموذج بتاعي صغير. انتي عندك النموذج بتاعي كبير في جميع الحالات. هتسبتي من هنا عشر غرز منزلقة ومن هنا عشر غرز منزلقة. سواء في القطعة اللي بنشتغلها للدهر او سواء للقطعة اللي بنشتغلها للصدر هيبقى فيه هنا عشر غرز دول سابتين سواء بنعمل لاطفالي او لرجالي او لسيدات او لشباب بنسيب عشر غرز بنعملهم منظركم. تماما انا كده عملت واحد اتنين تلاتة اربعة خمس انا عملت خمسة عشان انا بعمل نموذج عشان ده صغير. لكن انت بتعملي آآ نموذج كبير فبيبقى هنا عشرة. وبتيجي هنا بتعدي نفس الفكرة. عندي عد عدد الغرز. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هاجي عند الغرزة الخمسة وهحط مرقة. انت طبعا هتحطي عند الغرزة العشرة. انا هنا عشان عملة نموذج. هنعد من هنا عشرة ومن هنا عشرة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وحطت مرقة. طيب انا بعد ما قفلت هنا المفروض في النموذج معيك هتقفلي عشرة منزلقة. هعمل ايه? هلف الخطة على الابرة كده على طول من مكان المنزلقة وقش في الغرزة اللي بعدها. وهسحب الخيط وهعمل عمود بلف. هلف الخطة على الابرة وهسحب الخيط وهعمل عمود بلف. وهفضل شغال بغرز عمود بلفة لحد ما هوصل لحد المركر اللي انا حطيته الناحية التانية. الناحية التانية مش هنشتغل بقى منزلقة لأ خلاص هي مقفولة. يعني هنوصل لحد هناك ونرتفع بسلسلة ونلف الشغل على ظهره ونكمل عادي خالص. بالشكل ده. هفضل شغالة بغرزة عمود بلفة. بعد ما عملت تعملي العشرة منزلقة على طول الغرزة اللي بعدها هترتفع بعمود بلفة وتبدلي شغالة لحد ما توصلي للغرزة العشرة اللي انت عاملة على متها الناحية التانية. اشتغلت السطر بتاعي ووصلت اهل حد المركر بتاعي الناحية دي. اهو مش هعمل حاجة هرتفع سلسلة وهلف الشغل على ظهره. وهكمل تاني خالص بغرزة عمود بلف. هفضل شغالة القطعة دي كلها بغرز عمود بلف. على نفس الغرز اللي انا حددتها خلاص. الناحية دي فيه غرز عشر غرز هيبقوا عندك مقفولين بغرزة المنزلقة. والناحية التانية في عشر غرز احنا ما اشتغلنا همش اصلا. خلاص دول مش هنقفلهم. احنا سبناهم اما يعتبروا خلاص مقفولي. بالشكل ده. اهو. عندي هنا عشر غرز. وعندك هنا عشر غرز. وهتفضلي شغالة على الجزء ده كله بغرز عمود بلف. هفضل شغالة لحد ايه? هفضل شغالة لحد ما اوصل لطول فتحة الباط اللي احنا اخدناه. احنا خلاص عملنا القرف ده. وهفضل شغالة بالمقاس بقى الخمستاشر سنتي اللي احنا قلناهم هنا مسلا افتراضيا لحد ما اوصل للطول بتاع الفتحة الباط. بنفس الطريقة غرز عمود بلفة فوق بعض. وادي القطعة بتاعة الظهر بعد ما ارتفعت مجموعة من السطور وصرت لحد اخر جرزة عندي هرتفع سلسلة واحدة بس. وهقص الخيط. هبقى كده خلصت القطعة بتاعة الظهر. عملنا القمر وارتفعنا بالسطور وعملنا مجموعة من السطور بارتفاع فتحة الباط. هنبتدي دلوقتي نعمل القطعة بتاعة الصد. بعد ما خلصنا القطعة بتاعة الظهر. وبنفس الطريقة بتادينا قطعة تانية عشان نعملها للصدر. برضو هنبتدي بنفس عدد السلاسل للقمر. وهنعمل نفس العرض بعدد غرز الحشو اللي بتادينا بيها السطر الاوليني. وهنرتفع بنفس عدد السطور اللي اشتغلناها للظهر. وهنسيب برضو العشر سلاسل من هنا. منزلقة وعشر سلاسل من هنا وحطينا العلامة. وارتفعنا باول سطر. هنبتدي دلوقتي نعمل حرف اللي قدام. هنعمله ازاي? اول حيكة هنبتدي نعد عدد السلاسل اللي موجودة معايا هنا. انا عندي كام عدد العمدان اللي موجودة معادي هنا او عدد الغرز مهما كانت الغرزة بتاعتها. هنعد لو كان عدد الغرز دي فردي. هنيجي في نص الغرز بالزبط وهنحط علامة. لو كان عدد الغرز زوجي. فعشان يبقى العدد هنا. قد العدد هنا. هنحط العلامة ما بين غرزتين. يعني هناخد الغرزة دي والغرزة دي. وهنحط فيهم العلامة وهم دول الغرزتين اللي مش هنشتغلهم. هبتدي اعد الغرز بتاعتي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احتاشر اتناشر. تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر. انا عندي تسعتاشر غرزة. يبقى هعدهم. هقسم التسعتاشر دول على اتنين. اسمت التمنتاشر على اتنين. بقى هنا في تسع غرز وهنا في تسع غرز. اتنين في تسعة بتمنتاشر. وفي الغرزة التسعتاشر في النصة حطيت ماركر. الغرزة دي انا مش هشتغل فيها. وهبتدي اطلع بالتناقص بتاع الجزء بتاع. هعمل التناقص ازاي? انا كده واقفة نفس المكان وارتفعت سلسلة. هلف الخيط على الابرة وهخش هنا. هعمل عمود بلفة. وهمشي في كل الغرز بغرزة عمود بلفة لحد ما اوصل لحد اخر غرزتين قبل الماركر بتاعي. هشتغل على كل الغرز. غرز عمود بلفة انا هبتدي اعمل التناقص عشان اطلع بحرف الفي. هفضل ماشي كده. لحد ما اوصل لحد اخر غرزتين قبل العماركر اللي انا حطاه. اهو. اشتغلت غرز عمود بلفة. وفاضل عندي غرزتين قبل الماركر. هعمل فيهم تناقص. ازاي? هلف الخيط على الابرة. هاجي في الغرزة دي. وهسحب الخيط كأني بعمل عمود بلفة عادي. هطلع من حلقتين ومش هكمل العمود بتاعي. هلف الخيط على الابرة وهخش في الغرزة اللي بعديها. وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين ومش هكمل العمود بتاعي معي تلات حلقات على الابرة. هطلع من التلات حلقات كلهم. وده اول تناقص. خدت الغرزتين في غرزة واحدة. هرتفع سلسل. احنا هنشتغل. سطر فيه تناقص. وسطر مفوش تناقص. يعني السطر ده عملنا تناقص. السطر اللي بعدين مش هيبقى فيه تناقص. انا ارتفعت سلسلة. هلف الشغل بتاعي كده. هلف الخيط على الابرة. وهخش في الغرزة اللي انا عملت فيها التناقص اهي. هسحب الخيط وهشتغل عمود بلفة عادي. سطر بنعمل فيه تناقص. وسطر ما بنعملش فيه تناقص. وهفضل شغلة في كل الغرز بتاعتي كده. وغرزة عمود بلفة. لحد ما اوصل لحد اخر السطر. بالشكل ده. كل غرزة بشتغل فيها غرزة عمود بلفة. اخر غرزة عندي اهيب تبقى نازلة تحت كده. بسدخل فيها وبعمل عمود بلفة. السطر اللي فات عملت فيه تناقص. السطر ده ما عملتش فيه تناقص. هرتفع سلسلة واحدة وهلف يبقى استبتاعي على ظهره كده. السطر اللي جاي ده اللي هيبقى فيه تناقص. هلف الخطعة الابرة. وهخش في نفس الغرزة اللي انا طلع منها عادي. وهعمل عمود بلفة. خش في الغرزة اللي بعدها. وهعمل عمود بلفة. السطر ده هعمل فيه تناقص. هاجي عند قبل اخر غرزتين موجودين معايا وهقف عشان اعمل تناقص. سطر التناقص بنعمله في اخر غرزتين عمود بلفة موجودين معايا. هفضل ماشية كده. انا وصلت لحد اخر غرزتين. ادي غرزة وادي غرزة. هلف الخطعة على الابرة. هخش في الغرزة دي. وهعمل عمود بلفة. هطلع من حلقتين. وهخلي حلقتين على الابرة. هلف الخطعة على الابرة وخش في الغرزة اللي بعديها. وهسحب الخيط. وهطلع من حلقتين معايا تلات حلقات على الابرة. هلف الخطعة على الابرة وهطلع من التلات حلقات كلها. بصوا هتلاقوا بتادوا خلاص التناقص بتاعنا يبانوا حتى لو عدينا عدد الغرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. قل معينا عدد الغرز. بتقل في كل سطر جرزة واحدة بس. السطر اللي جاي ده مش هعمل في تناقص. هخش في نفس الغرزة. هعمل عمود بلف. وهتبدل شغالة بنفس الطريقة. سطر من غير تناقص. وسطر بتناقص. لحد ما بنوصل لفين? لحد ما بنوصل للطول اللي احنا خدناه بتاع فتحة الباط. المقاس اللي احنا خدناه لما قلنا هناخد المقاس على اه توب مظبوطة عندنا او بلوزة مظبوطة عندنا. وهنعمل عليها وناخد مقاس فتحة الباط بتاعها. تبدل شغالة كده لحد ما توصلي للمقاس بتاع فتحة الباط. السطر ده كنا عاملين فيه تناقص. يبقى السطر اللي جاي ده مش هنعمل فيه تناقص. بالشكل ده. وهفتل شغالة بنفس الطريقة. لحد ما وصل لحد طول فتحة الباط المقاس اللي احنا اخدناه. هتلاقي المقاس بيوسع معاكي. هفضل مرتفع لحد ايه? لحد ما وصل للمقاس بتاع فتحة الباط اللي احنا كنا اخدناه لحد ما توصل معانا. نقيس كده. نلاقي مقاس فتحة الباط بتاعتنا مظبوط. وبنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها الجزء ده هي نفس الطريقة اللي هنشتغل بيها الجزء ده. هتيجي من ورا الشغل كده. وهتجيبي الخيط بتاعك. وهتلضمي الخيط بتاعك في اول غرزة بعد العشر سلاسل. وهتبتدي تشتغلي عمود بلفة. في اخر غرزتين تناقص والسطر اللي بعدين مفيش تناقص تناقص مفيش تناقص. لحد ما توصلي بالقطعتين بتوعك. بالشكل ده. للطول بتاع فتحة الباط اللي احنا اخدناه. نبقى احنا كده عملنا الجزء الخلفي. وهنبقى عملنا الجزء الامامي. وخلاص تقريبا هنبتدي نجمع الطب بتاعنا. دلوقتي جهزنا القطعتين. قطعة الظهر اهي خلاص كاملة معينا. والقطعة بتاعة الصدر بعد ما عملنا حرف الفي كاملة معينا برضو. هذي القطعتين بتاعنا. هنبتدي بقى نقفل اول حاجة. الصدر من هنا. من عند الاكتاف. ونبتدي نقفل الجناب. هيبقى الطب بتاعنا تقريبا خلاص. مش فاضل غير ان احنا نعمل له القمر بتاع الصدر. والقمر بتاع الاكمام. ويبقى الطب بتاعنا خلص خلاص. هتشوف هو يعني ما فيش وش وظهر ليه. انت اختاري زي ما انت عايزة يكون انهي الوش ويكون انهي الظهر على حسب ما الغرزة ما انت حباها. هنحط القطع بتاعتنا كده على بعضها. وهنيجي عند الجزء اللي فوق. هنيجي عند اول غرزة موجودة معانا اهو. اول عمود بلفة هنا. تحت الحلقتين. واول عمود بلفة الناحية التانية. واحط مركر. لازم يكون عدد الغرز هنا. هما نفس العدد الغرز هنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. نفس عدد الغرز. طبعا ده نموذج. انت عندك هيبقى اكبر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. بالزبط. عشان لما اقفل يبقى الجزء بتاعي مظبوط عدد الغرز قدام. نفس عدد الغرز وراء. وهاجي هنا بنفس الطريقة. بازبط اول حاجة اول غرزة معي. هي اللي بتزبط لي المقس. اول غرز قصد بعض يعني. هيجي عند اول غرزة اهي. وعند اول غرزة هنا برضو. وهحط المركر. وهشوف نفس الطريقة واكد هطلعه نفس عدد الغرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اتأكدي عشان ما نفوقش ونرجع تاني نجمع. بالشكل. ابقى انا جمعت الجزء اللي فوق. وهجيب ابرة التنظيف وبدي نستعملها على طول. بتبقى ابرة ملهاش سن من فوق. في منها بلاستيك وفي منها مقاسات كتيرة وفي منها حديد بنستخدمها كتير في الشغل بتاعنا. هتلضم فيها جزء من الخيط بنفس اللون وهتيجي عند اول غرزة معينا هنا هون. وهخش هنا بقى تحت الحلقتين. انا مش محتاجة اعمل حلية فوق ورحي. تحت الحلقتين كده اسحب الخيط وهاجي اعمل عقدة. بسيطة انا دخلت في الغرزة الاولانية تحت الحلقتين وفي الغرزة التانية تحت الحلقتين. وربطت طرف الخيط وهاخد بدايات الخيوط دي معي. هرجع تاني في نفس الغرزتين اللي دخلت فيهم. وهبتدي اقفل بغرزة السراق. هاجي عند الغرزتين اللي بعد كده هون. تحت الحلقتين هنا. وتحت الحلقتين هنا. بالشكل ده. هاخد بواقي الخيط دي معي. هلف الخيط كده. وهعمل غرزة سرق. اسهل غرزة بتبقى شكلها شيك منضيفة جدا. هخش في الغرزتين اللي بعديهم كده تحت الحلقتين. وهعمل برضو غرزة سرق. في الغرزة اللي بعديها برضو تحت الحلقتين. ونطلق بطش ونركز كويس. اهو تحت الحلقتين هنا. تحت الحلقتين هنا. وهعمل غرزة سرق. بالشكل ده. بواقي الخيط دي خلاص هقصها. انا ثبتها كده عشان لقى بنظف. وانا بشتغل. هشيل الماركر التاني. وهبتدي اكمل. ادي الغرزة دي. والغرزة دي تحت الحلقتين بالشكل ده. وهعمل غرزة سراجة. وهيجي عند اخر غرزة موجودة معي. اهي. خشي فيها تحت الحلقتين. والغرزة اللي بعديها تحت الحلقتين. وهعمل غرزة سراجة. هدخل فيها هي هي تاني عشان اسبت الكتف التاعي. وهعمل غرزة سراجة تاني. وهداري الخيط ما بين الغرز بالشكل ده. عشان ابقى نضفته بالمرة. ونشغل. وهقص الخيط. ادي شكل الكتف بتاعنا. الغرزة دي بتخلي الكتف مش بارس ده شكلها حل. وسلما نقلب بقى الناحية التانية. ادي شكل الغرز بتاعتنا كلها قصد بعض. وبتبقى شكلها نديفة جدا. بنفس الطريقة اللي قفلنا بيها الكتف ده هي نفس الطريقة اللي هنقفل بيها الكتف الناحية التانية. وبعدين هنيجي عند الاجنيب. برضو هنيجي عند اول غرزة هنا. واول غرزة هنا وهحط مرقر. تمام? وهيجي عند اول غرزة هنا. واول غرزة هنا. وهحط مرقر. بالشكل ده. ممكن تحطي كزا مرقر يا عشان ايه يعني انا عاملة نموزك صغير لكن انتي هيبقى معاكي التوب اكبر من كده. فتحطي كزا مرقر عشان تعلمي بس مقاس الغرز بتاعتك. بالشكل. وهنبتدي بنفس الطريقة بابرة التنظيف وبختمة نفس اللون. ده نفس الطريقة اللي قفلنا بيها الكتف. هنخش من هنا ونبتدي نعمل غرز سراجة لحد ما نقفل الجنب ده كله. وبنفس الطريقة هنيجي عند الجنب التاني. وهنبتدي نعمل برضو غرز سراجة. نبقى قفلنا التوب بتاعنا من كل الجهات ونبتدي نعمل القمر للطوب من سبعة وللقمر للاكمات. بعد ما بنكون قفلنا التوب بتاعنا من فوق وقفلنا من الجناب ناقص بس نعمل القمر هنا ونعمل القمر هنا. نفس الطريقة اللي احنا ابتدينا بيها القمر ده بمجموعة السلاسل وبدلنا ماشيين به العرض هي نفس الطريقة اللي احنا هنشتغل به القمر. طبعا انت زي ما انت عايزة العرض بتاع القمر هنا وهنا هيبقى كام ده دايما قلنا بتوقف على عدد السلاسل اللي انت هتشتغليها. بعد ما بتشتغلي شريط بنفس الطول تقريبا انت هتبدالي شغالة بقى وتقيسي. يعني مسلا شغالة خلاص اختارتي كون اربع سلاسل. وابتديتي تشتغلي القمر ده بنفس الطريقة. وانت شغالة كده هتبدأتي تحطي تحطي القمر كده على السبعة وتشوفي وصل للطول ولا لأ. وتكملي. وتفضلي شغالة يعني مش هقدر اقول لك على حسب المقاس اللي انت بتشتغلي وتفضلي تقيسي كده طول ما انت شغالة لحد ما تلاقي القمر اهو جاي على الفتحة بتاعت الطوب تمام. يبقى كده خلاص وسيبي كم غرزة زيادة او سطرين تلاتة زيادة ممكن نفقهم واحنا بنقفل تبقي عملتي القمر بتاع الرقبة. وبالنسبة للقمر بتاع فتحة الباط نفس الفكرة برضو هتحددي مجموعة من السلاسل وتبتدي تعملي شريط كده وتبتدي تحطيه على الباط وانت شغالة وتشوفي لحد ما يوصل معاكي لحد الطول بتاع الباط وتلفية عليه كده وانت شغالة هاي وصل تمام لا لسه نكمل مجموعة سطور تاني لحد ما تلاقيه بيقفل معاكي على فتحة الباط وبرضو سيبي سطرين تلاتة زيادة واحنا شغالين عشان لو تلعوا مش مزبوطين او او اكبر هنفقهم ما فيش اي مشكلة. طيب انا اشتغلت خلاص كامر لهنا وكامر لهنا وكامر لهنا هركبهم ازاي? هبتدي اجي كده عند الجزء الاولاني بالشكل ده. انا كده على وش الطوب. هتني كده. انا كده اهو. ده الوش بتاع الطوب بتاع. هحط كده. اهو تمام مزبوط. هتنيها كده. وهاجي عند الناحية دي. وهحط مرقة. انا برضو هسبتو بغرز السراجة على الضهر. وهحط مرقة. وهمشي كده شوية. وهحط مرقة. انت ممكن تسبتي ببنسة بخيوط زي ما انت عايزة. يعني ان ما تقفر عندك ما توقفيش الدنيا على المرقة. وهتحطي كده مرقة. وهتليف فيه كده على الرقبة من ورا. وهتحطي تاني مرقة. تسبتي زي ما انت عايزة. بدبابيس بخيط زي ما انت عايزة. فيش اي مشكلة. كله بيمفر. وتلفي كده برضو لحد ما توسلي للناحية التاني. اهو. بالشكل ده. توصلي لحد هنا اهو. وهتوقفي. خلاص انت عندك الطول كده المفروض انت هتبيه واقفة هنا. انا عندك ده اكبر. احنا كده شغالين على ظهر. مفروض هو هيبقى شكله كده خلاص. بعد ما سبتيه. طب انا هشتغله ازاي? اهو. على ظهره كده. زي ما حطيت الماركرز بتاعي. هجيب ابرة التنظيف برضو. وهشبكها بالخيط. وهبتدي اعمل نفس الفكرة. هاخد الجزئين دول كده على بعض. وهبتدي عند اول غرزة عندي. وهدخل بالابرة بتاعتي. وهسبت الخيط. بعقدة بسيطة نفس الطريقة اللي تقفلنا بها لكمة بتاعة غرزة السرق. بالشكل ده. وهبتدي ادخل على الغرز وخدي بلك احنا هنا شغالين. ما فيش حرف بي. احنا شغالين بالجنب. فما تستعجليش خالص. وامشي واحدة واحدة. وهنبتدي نعمل بالشكل ده غرز سرق. نخش في الغرز هنا. وفي الغرز هنا. ونعمل غرز سرق. على قد ما تقدر يحاول يا عند الرقبة بزيط. يكون شغلك يعني هادي مش مستعجلة. عشان ده هيظهر معنا التقفيل بتاعك. وتبدل تمشي كده بغرز السراجة. على الرقبة بتاعتنا كلها. بالشكل ده. هتتزبت لما تركب. هتفتكريش انها هتبقى بايزة كده. لما هتتعمل كده بصي. هادي بتركب الرقبة بتاعتنا. وهتبدل يمشي بغرز السراجة عليها كلها على الطب كله من هنا. دي هتنزل كده ودي هتيجي عليها. او دي خلي دي تحت. ودي تبقى فوقيها. وهتاخديها بغرزتين كده من هنا. ونبقى قفلنا الطب بتاعنا. الفتحة بتاعت الرقبة. نفس الطريقة اللي عملتي بيها الفتحة بتاعت الرقبة. نفس الطريقة اللي هتعملي بيها الطب من هنا. هتحطي برضو القامر اللي انت اشتغلتيه كده. وتسبتي بماركورس. وتبدال يمشي بغرز التنظيف. وهيبقى القامر بتاعت زهر. في بس ملحوظة اخيرة قبل ما نخلص عايزة اقولها لكم. آآ انت ممكن تشتغلي الطب ده كله بلون واحد. ما فيش اي مشكلة ان احنا نشتغله كله بلون واحد. وهيبقى شيك وهيبقى لبسك بتاعه حلوة جدا. وممكن بنفس التكنيك اللي احنا نفزنا بالطب بتاعنا ده. ممكن تشتغلي آآ القمر بلون. والقمر بتاع الطب بلون. يعني القمر ده بتاع الصدر. مسلا ساي بقى لونه اسود. ونفس القمام بقى لونه اسود. والقمر لتحت يبقى لونه اسود. وبقيت الطب يبقى لون تاني. ممكن تعمل تشتغلي دابل جونجا وتشتغلي القمام بلون سادة. كل دي بقى تفنينات بتاعتك بترجع ليكي وبترجع لزوءك وبترجع للطريقة اللي انت حابة تخلصي بقيها الطب بتاعك. ده كان طريق التنفيذ الطب بتاعنا النهاردة. طب بيزك اساسي موجود يعني في كل البيوت وكل الناس. حقيقة الناس كتيرة جدا طلبتوا مني في الكومنتات. وانا حبيت عمله لكم باسهل طريقة. اتمنى يكون الشرح كان سهل وبسيط. واتمنى يكون الفيديو عجبك ونتقابل في فيديو جديد.